استجوب اليوم نائب الجمعية الوطنية وزيرة الإعلام المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مدلين ألينجي للرد على السؤال النائب أحمد النظيف خاطر حول بث برامج الإذاعة الوطنية الشادية وعدم تغطيتها لكافة الأراضي الوطنية منذ فترة طويلة بجانب أسئلة أخرى قدمها النواب تتعلق بسير عمل الإذاعة والتلفزيون المناسبة رأسها النائب الرابع لرئيس الجمعية الوطنية محمود حسن سمو في القرى كما في الحضر يبقى تشاديون في حاجة ما سهل متابعة برامج الإذاعة الوطنية سيما للسماع إلى الأخبار بالإضافة إلى المعلومات التي تقدمه من قبل الدولة غير أن بث برامجها لا يغطي كافة الأراضي الوطنية مقارنة بالسنوات الماضية التي تلت إنشاءها في عام 1956 ذلك بحسب السؤال الشفاهي الذي قدمه النائب البرلماني أحمد النظيف خاطر إلى وزيرة الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة المكلفة بالإلاقات مع الجمعية الوطنية السيدة مادلين آلينغي مشيرا في سؤاله أيضا إلى ضعف أو الاختلال الوظيفي للإذاعة الوطنية رغم الإمكانات المالية الضخمة التي وضعتها الحكومة تحت تصرف الوزارة ذلك ما دفع بلجمعية الوطنية إلى استجواب الوزيرة بهدف الرد على هذا السؤال الشفاهي فالنائب الثالث لرئيس الجمعية الوطنية يوم بيت وفيل الذي رأس هذه الجلسة التي نقلت على الهواء مباشرة عبر الفضائية الجادية وبعد يطاهي الكلمة لمقدم السؤال فقد ترك المجال للوزيرة والتي أكدت بأن الوزارة ومنذ عام 2013 فقد شرعت في بناء محطات إقليمية بهدف ربط برامج المحطة الأمي في عين جمينة بباقي المحطات الإقليمية ذلك عبر قمر الصناعي وأن عدد هذه المحطات هو 18 محطة وأن كل محطة منها يغطي بثها أكثر من 70 كيلومتر هذا والعضوية هذا الاستجواب فقد قدم بعض نواب أسئلة متنوية إلى الوزيرة والتي تمحورت في جلها حول عدم التقاط برامج الإذاعة الوطنية في كثير من مناطق البلاد مما دفع بجزء كبير من المواطنين إلى الاستماع للإذاعات الأجنبية أسئلة أخرى تعلقت بكيفية تعيين المسؤولين والتي لا ترى أو لا تحترم النسبة بين المثقفين بالعربية والفرنسية وكذا عدم معالجة الأخبار بنفس المستوى طرها أيضا للوزيرة عموما أن الوزيرة أكدت في ردها بأن الوزارة ستأخذ بين الاتبار مختلف المواضيع التي طرحت والعمل من أجل إيجاد حل لها سريعا سيما إصلاح جهاز الإرسال